الحزب الديمقراطي العديد من العربين طاهر فعلا ندين من الحرس الجديد حكيم جيفريز زعيم الأقلية في مجلس النواب ومن الحرس القديم تشاك شومير زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جيم كلايبورن الذي شغل أعلى منصب إداري في الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب لسبعة عشر عاما ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة الشهيرة والتي كانت مصدر الإزعاج الأكبر لدونالد ترامب ثم بارك أوباما رئيس الرابع والأربعون الذي غادر مكتبه قبل ثماني سنوات لكن تظل له كلمة مسموعة في صفوف الحزب الديمقراطية وموقف أوباما غير مفهوم تماما حتى الآن ندين إن كانت مؤشرات أو إن كانت مؤشرات تدل على أنه لا يفضل بقاء بايدن في السباق بعد المناظرة كتب أوباما تغريدة طويلة أكد فيها أن ليالي المناظرات السيئة تحدث وأعلن دعمه لبايدن ثم التزم صمتا غريبا بعد ذلك تقول بوليتيكو إن نجم هوليوود الشهير والذي يعتبر من كبار المانحين جورج كلوني تصل بأوباما قبل أن يكتب مقالة قاسية في نيويورك تايمز تطالب بايدن بالانسحاب حسب مصادر بوليتيكو أوباما لم يعترض على نية جورج كلوني بمهاجمة بايدن ومطالبته له بالانسحاب أيضا المساعدون السابقون لأوباماهم في مقدمة صفوف منتقدي بايدن حيث أكد الكثيرون منهم أن فرص بايدن بالفوز ضئيلة أما بيلوسي فيبدو أنها أخطر على بايدن تصريحاتها أمس على محطة MSNBC التي دعت خلالها بايدن أن يتخذ قرارا بشأن الانتخابات يقول أحد مساعدها إنها كانت تصريحات مدروسة بعناية ويضيف مساعد بلوسي أن الهدف من التصريحات هو إعادة فتح النقاش بشأن مستقبل بايدن لأنها رأت أنه استطاع أن يخمد أصوات الانتقادات كما طالبت المرشحين الديمقراطيين في الكونغرس بأن يهاجموا بايدن أعلن أن إذا كان ذلك سيساعدهم في الانتخابات